اشتركوا في القهوة عشاء النسكافيه والقهوة احلى كيكا النهاردة بإذن الله هتعجبكم جدا جدا لان طعمها فعلا روعة خليكم معايا اول حاجة هنا عندي في الخلاط هحط ثلاث بيضات واضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا وعندي كباية ونص من السكر وكباية مليانة من الزيت المكونات دي يا جماعة لصنية كبيرة يعني ممكن تكون صنية مقاس ثلاثين مثلا وعندي هنا كبايتين من الحليب زي ما قلنا صنية كبيرة لو عايزة تعملي اقل هتقللي المأذير ممكن تعملي بطين مع كبايتين دقيق يعني عدلي المعايير كده ما تخليهاش لتلاتة خليها لاتنين بس وهنا عندي اربع معالق كبار من الكاكاو الخام وهضيف عليهم كيس من النسكفي الجاهز اللي هو تلاتة في واحد وهحتاج من الكيس ده تلاتة اكياس تقريبا للكيكة بتاعتي النهاردة بيدي طعم روعة بصراحة مع عجينة الكيك طعمه حلو جدا 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 وكمان هنحطه في الكريمة هنشوف ازاي هبدأ اضرب بقى كل المكونات مع بعض كويس لمدة يعني من تلاتة لاربع دقايق تقريبا هفضيهم عندي هنا في البولة وبعدين هبدأ اضيف الدقيق وعندي هنا تلات كبايات من الدقيق زي ما قلتلك ممكن تعملي كبايتين بس من الدقيق معاهم بطين معاهم تلتين كباية زيت وكباية واحدة من الحليب وكباية واحدة من السكر هنا انا حطيت نص كمية الدقيق اللي هما التلات كبايات وحطيت عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر وبعدين هبدأ اخلط فيهم بالراحة كده في اتجاه واحد بالمضرب اليدوي بتاعي وبعدين هضيف باقي كمية الدقيق اهم حاجة عندي اتأكد ان ما فيش اي تكتلات من الدقيق وكل الدقيق عندي امتزج ويبقى عندي بالشكل ده والقوام اللي قدامي ده وبعدين هجيب الصينية بتاعتي هدهنها بالزبدة انا الصينية علشان بايركس مش هحتاج اني احط فيها دقيق اما لو صينيتك عادية الومنيوم او صينية عادية طبعا هتحطي الزبدة وبعد كده هتحطي رشة من الدقيق بعد كده هضيف عندي بقى هنا هنزل بعجينة الكيك بتاعي شايفين قوامها قوامها حلو قوي ولا هو تقيل ولا هو خفيف حاول اوزعها عندي في الصينية ودخلها الفرن على درجة حرارة 180 ولازم يكون سخن من قبلها بحوالي ربع ساعة على الاقل هتاخد معي تقريبا نص ساعة يعني من نص ساعة ل 35 دقيقة تقريبا واول ما تطلع بقى وهي سخنة هضيف عندي هنا كباية من الحليب ممكن حليب عادي او الحليب المبخر اللي هو العلب الحليب المبخر اللي هو المركز ده مش المحلل مكسف لا الحليب المبخر ولو مش متوفر زي ما قلنا حليب عادي زي كده كباية من الحليب هبدأ اخرم الكيك بتاعي بالشوكا كده واسقيها بكباية الحليب وهي سخنة الكيك سخن والحليب بارد هبدأ اخرم الكيك وافضي كل الحليب وبعدين هسيبها على جنب تبرد وهنا هبدأ اجهز الكريمة بتاعتي وعندي هنا تقريبا علبتين من الجبنة المثلثات او ممكن تستعملي بدلها الجبنة الكيري حطيت عليهم كباية من الحليب البودر كباية من السكر البودر وكمان عندي كيس كريم شنطيه وكمان هضيف كيس النسكافيه التاني انا كده استعملت اتنين هضيفه على الكريمة وهحط ميا بس يدوب ان الخلاطي انا مش عايزيها سيلة لا انا عايزيها تكون جمدة ومسكة بحيس ان انا لما حطها في التلاجة ساعتين تلاتة لاقيها مسكت ما تبقاش سيلة زي الميا يعني هنا الميا يدوب تحطي كده تعيري بالمعلقة ثلاث او اربع معالق فقط لا غير ضربت الكريمة كويس قوي لحد ما كول لها دابت مع بعض وبعدين جبت الكيك بقى بعد ما بردت وفضيت كل الكريمة عليها هايز اقول لكم الكريمة فضيعة فضيعة بجد اه اللي بيحب النسكة فيه واللي ما بيحبهوش هيحبها جدا وادي تالت كيس معايا وممكن ما استعملهوش كله هبدأ اني ارشه فوق وش الكريمة بالشكل ده وبعدين هغطيها ودخلها التلاجة بقى ساعتين تلاتة لحد ما تمسك وادي شكلها بعد ما خرجت من التلاجة شكلها حلوة قوي وطعمها احلى من شكلها بكتير جدا جدا هي كده الكيك عندي خلصت خلاص تتقدم بالشكل ده وممكن بقى انك كمان تزينيها باي شوكولاتة مبشورة مسلا انا هنا حطيت شوكولات شيبس وده اختياري طبعا وزي ما قلنا هي لوحدها كده كفاية لكن اللي يحب يعني يزود شوكولاتة بتطلع مسكة كده وحلوة قوي 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 بجد الكريمة طعمها رائع يعني حتى اللي ما يحبش النسكافيه بجد ياريت يجربها هيحبها قوي 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 شايفين الكيك حش قوي من جوه شايفين انا عايزة بس االفها لكم طبقة الكريمة مسكة مش سايحة زي ما قلنا ما بنحطش ميا كتير وبالهنو الشيف